بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات قاعدة كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين القوة والأمانة والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن امتنع عنه كل الصالحين أثموا فيجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي وهي أن يكون مسلما مكلفا ذكرا عالما ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه الدار قطني وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع متفق عليه فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن فإن لم يكن له بينه حلف المدعى عليه وبرئ فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به إضافة الإنسان الأشياء على ثلاثة أقسام أولا دعوى وهي أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ثانيا إقرار وهي أن يضيف شيئا لغيره على نفسه ثالثا شهادة وهي أن يضيف شيئا لغيره على غيره ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حداده ونحو ذلك الشهادة نوعان النوع الأول شهادة تحمل والنوع الثاني شهادة أداء حكم تحمل الشهادة وأدائها وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباقنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ثرضون من الشهداء ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي وقال تعالى واجتنبوا قول الزور ومن موانع الشهادة مظنة التهمة فإذا انتفت قبلت الشهادة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخي ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال أمرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر